مشاهدينا وبعد 21 عاما على احتلال العراق أين حلت الديمقراطية فيه وأين وصلت حرية التعبير في العراق ينضم إلينا الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي العراقي مرحبا بكم دكتور حامد أهلا وسهلا شكرا جزيلا حياكم الله بعد 21 عاما من الاحتلال الأمريكي تقرير لمرصد الإيكونوميست انتليجنس البريطاني يؤكد أن العراق تراجع في مؤشر الديمقراطية إلى أدنى مستوى له في البلاد منذ عام 2003 ألم يزعم الغزاة الأمريكيون أنهم جاءوا بالديمقراطية للعراق أين تلك المزاعم الآن بعد 21 عاما لم يستطيعوا أن يصل ولا حتى منتصف هذا المؤشر في البداية شكرا جزيلا عزيزي على استضافة الكريمة تحياتي لكم ولجمهور المتابعين لعزاء الحقيقة هذا الدعاء باطل منذ الغزو والاحتلال الغاشم الأمريكان ودخول إيران والميليشيات الولائية والإصابات الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي الذي جنبته أمريكا وإيران على العراق منذ 21 عام والعراق الحقيقة أن تحت وطأة انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ناهيك عن أنه لا توجد ديمقراطية إلا بالكلمات فقط لأنه ديمقراطية الحقيقة من مستلزماتها من شروطها الأساسية بشكل بديهي هي أنه البلد يكون حر مستقل لا تأتي الديمقراطية مع دبابات الاحتلال ومع أسلحة أو سلاح موفلت وميليشيات تصول وتجول في كل قطاعات البلد والمجتمع هذه ليست ديمقراطية على الأطلاق الديمقراطية الحقيقية هي أن تكون بإرادة المجتمع بإرادة الشعب العراقي نفسه ودستور أيضا يكون صياغته بإرادة الشعب العراقي وليست صيغة وطبوخة من قبل الدوائر المخابرات الأمريكية والغربية والإيرانية ومن لفنا فهم دكتور حامد هنا مرصد إيكونوميست إنتليجنس هو مرصد بريطاني ويقول أن العراق أصبح ضمن المنطقة الحمراء التي يوصف بها نظام الحكم بالنظام الاستبدادي بالتالي إذا كان النظام السابق دكتاتوري وكان انتظهم ضمن الأسباب التي أدت إلى احتلال العراق فبعد 21 يوم أصبح الدكتاتوري استبدادي كيف تعلقون؟ هو هذه الحقيقة يجب أن يصلون إلى هذه الحقيقة هم أيضا اعترفوا بأنه عملية الغزو يعني أسباب والذرائع التي جاء بها الاحتلال الأمريكي قبل الحقيقة إسقاط النظام السابق كلها باطلة كلها الحقيقة أثبتت فبركتها وكذبها وقالها وزير الخارجية كوروم باور في عهد بوش الأبن عندما كذب الكذبة الكبيرة التي جلبت الدمار للعراق من أن العراق يتلك سلاح الدمار شامل وأقام علاقات مع القاعدة ومع الإرهاب الدولي ومع بن لادن وكلها أثبتت الأيام والأحداث وهو بنفسه في مذكراته اعترف بأنه كانت هذه البدعة الحقيقة واصمة عار في جبينة وفي سجلة نفسه كوروم باور والنظام أيضا حتى جورج بوش الأبن وتوني بلير وكل الدوائر الغربية الاستعمارية الإمبريالية اعترفت بأنه كانت هناك كذبة الأمم المتحدة لم تعترف بالاحتلال كاحتلال الحقيقة لأسباب دعت الأمريكان إلى دخول العراق بطريقة الغزو الغاشم أولا ثنيا هو خارج أيضا الإرادة الدولية يعني لم يصوق لا مجلس الأمن الدولي ولا الأمم المتحدة على شرعية وقانونية الاحتلال لذلك كل الادعاءات الباطلة ومثل ما نقوله نحن ما بني على باطل فهو باطل لذلك لا توجد ديمقراطية هذا اعتراف متأخر جدا بدليل نجيب دليل أنه هناك تقرير لقاضي بريطاني سمى تقرير شيل كوت يعني ضمن ستة آلاف صفحة اعترف بأنه الاحتلال الغزو والاحتلال الأمريكي وحلفاء على العراق هو احتلال غير شرعي غير قانوني وضالي هذا من أطراف خارج المنظومة السياسية في العراق مسعود البارزاني قال أن الديمقراطية في العراق باتت مهددة بشكل حقيقي وكأنها كانت موجودة من داخل البلاد وخارجها بينما اللجنة القانونية النيابية تؤكد أن الحريات في العراق وصلت إلى مستوى الهشاشة إذا كان ذلك هو رأي المشاركين في العملية السياسية فمتى برأيك يعلنون فشل هذه العملية السياسية التي صنعها الاحتلال هم اعترفوا يعني على طول الخطم يعترفون بأن هناك فشل يعني نوري المالكي نفسه قال فشلنا في كل شيء فشلنا في محاربة الفساد فشلنا في إعادة كتابة الدستور فشلنا في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وهي طبعا عملية التكرار هذه النغمة الحقيقة الامتصاص حالة النقمة للشعب العراقي عليهم هذه العامر يعترف بالأمس القريب أيضا على قناتكم الموقر ذكرنا وناقشنا هذا الموضوع لما قال أنه نحن صنعنا محمد الحلبوسي نحن من أتينا به على رأس مجلس النواب وبمباركة قاسم سليماني يعني العملية مزدوجة عملية يعني جاءوا بشخص يدعون بأنه هناك انتخابات هناك مطالب شعبية ومن ثم قرار الولي الفقيه قرار إيران في تنصيب محمد الحلبوسي على رأس مجلس النواب هنا أيضا وسط هذا التراجع في الحريات اليوم يعلن مقتد الصدر عن تغيير اسم التيار الصدري ليكون أو ليكون اسمه الجديد التيار الوطني الشيعي هل من دلالات لهذا التغيير الاسمي ولماذا هذا النزعة الطائفية إصرار على وجود كلمة الشيعي للأسف الشديد هناك منافسة هناك مازال رغم الشعب العراقي أنه الشعب العراقي جاوز محلة الطائفية يعني كشعب عراقي كمجتمع الحقيقة بدأ يعيد اللحمة الوطنية التي دمرها الاحتلال ودمرتها الميليشيات الولائية دمرت النسيج الاجتماعي والصف الوطني لكن الشعب العراقي أقوى بكثير أرفع منهم في التفكير وفي صياغة المستقبل لذلك هم الآن يصرون على أنه المنافسة فيما بينهم تكون أما على أسف طائفية أو قومية شوفينية أو حزبية ضيقة أو مناطقية أو حتى فساد الحيطان الفساد لتحقيق مآرب فردية ويعني فئوية إلى حد المرات أكيد التيارات الشيعية أو الأحزاب الشيعية لا تمثل المكون الشيعي في العراق ولكن بالمقابل من ظن الأسئلة التي طرحت اليوم على منصة التواصل ومن قلال مراقبين يقولون ماذا لو كان هناك تيار سني يعني أعلن عنه أنه التيار السني الفلاني كيف كان ردفعل الأحزاب الشيعية عليه ألم ينصم بأنه طائفي ألم ينصم بأنه فئوي بالتأكيد لأنه المادة الخامسة من الدستور العراقي تمنع تعسيس أو تشكيل الأحزاب على أسس طائفية أو عرقية أو مذهبية ضيقة الحقيقة يجب أن تكون هناك فعلا يعني توجهات أو برنامج عمل لأي حزب يتم يعني تشريعها على أسس وطنية أسس المساواة والعدالة الاجتماعية هذه الحقيقة لو كان فعلا باعتبار السنة الآن يعني أيضا للأسف الشديد نقول مشتتين وهذه ما أرادت بعض الأطراف الآن الشيعية في أنه فعلا تبقى هي سيدة الموقف في الساحة العراقية لكان الوضع يعني تقوم الدنيا ولا تقوم كما يقال لذلك نقول الشعب العراقي إذا كان سنة وإذا كان شيعة وإذا كان كرد وتركومان ومسيحيين وصابئة الحقيقة الآن يرفضون هذا التوجه ولذلك النقد الآن بمواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات أصبح واضح لأي جهة تدعي بأنه تمثل هذه الطائفة أو تلك طيب هنا دكتور أيضا التيار الوطن الشيعي الذي يعلن عنها مقتد الصدر هل هو ربما مقدمة للعودة للعمل السياسي من جديد هذه هذه واضحة الآن هو يحضر للعودة بقوة لكنه أنا أعتقد هذه العودة بهذا الطريق سوف تخلق خيبة أمل في صفوف قبل الآخرين يعني تيار الصدري أيضا هؤلاء العوائل المتعففة الحقيقة التي تحتاج خدمات وتحتاج إلى فرص عمل لا تقبل أيضا الآن يعني تغلبت على قضية الطائفية الآن الوضع في العراق انتهت الأيدولوجيات والطائفية والمذهبية والعرقية وغيرها الآن قضية المغاطنة يعني يجب أن يكون هناك تحقيق حقيقة الحد الأدنى من المستلزمات المعيشة الآمنة الحرة الكريمة لكل أبناء الشعب العراقي لذلك أنا أعتقد وصلوا حتى الشيعة حتى أتباع التير الصدري وصلوا إلى مستوى من الوعي أن يرفضون هذا التوجه الغاشب الذي يحقق مطالبهم اليومية نعم دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي شكرا لكم على هذه المداخلات شكرا لكم